موسيقى موسيقى أهلا بكم في حلقة جديدة من قرآنيات إياكوا تشتموا الله الأحسان الناس اللي بيعبدوا أليها أخرى ممكن يشتموا الله بتاعكم أهلا بك يا أخي أهلا بك يا أخي فرحبا لهم القرآن يقول لهم أني إياكوا ما تشتموا يعني آليات الأخرى حتى ما يشتموا إله تباكم فعلا في صورة الآن عمرقم 103 عفل 108 تقول ولا تسبوا الذين يدعونا من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره على من ما تخلينا نشوف الفيديو الأول نعم أنت عايز تأخذ الشيخ هو اللي يقول لنا الكلام ده نشوف الفيديو كده تسبوا الذين يدعونا من دون الله فيسبوا الله هذا القيد الأول يعني إنما يحرم عليك أن تسب مقدسات الآخرين إذا سبوا مقدساتك إذا كانت هذا يستدعي منهم ردة فعل فيسبوا مقدساتك هذا واحد عدوا هذا اثنين يعني شنو يعني لم تكن حالتهم من ذي قبل أنهم يسبون لم تكن تلك عادتهم وإنما أنت تجعلهم يعتدون يخرجون من حالة إلى حالة عدوا ينتقلون من طور إلى طور آخر من حالة إلى حالة هذا القيد الثاني القيد الثالث بغير علم يعني الجهل تستفزهم لأن يعودوا بالسب على مقدساتك مع هذه الثلاثة قيود يحرم السب لا على نحو الإطلاق بعبارة أخر أنا أجي أسب مقدس الشخص الآخر فإذا لم يكن الشخص الآخر أعلم منه أنه لن يرجع بالسب على المقدسات عندي على الله تبارك وتعالى فلا حرم لا إشكال ورسول الله كان يسب مقدساتهم شون تصور رسول الله ما كان يسب آلهة المشركين ما كان يسب هاي اقرأوا السيارة النبوية كلها موجودة بتراث المسلمين مليانة بهذا الكلام شنو هذا الحشي اللي الناس تقول أنه النبي صلى الله عليه وآله ما كان يسب مقدسات الآخر أصلا من أعظم يعني الهجوم يعني انتقادات نقدر نقول أو هجومات المشركين على رسول الله صلى الله عليه وآله منذ أن انطلق في بعثته وفي رسالته أن محمدا هذا الذي يشتم آلهتنا ويسفه أحلامنا وهكذا جاءوا مشتكين إلى أبي طالب عليه الصلاة والسلام هذا اقرأوا في السيرة سيرة بن هشام وغيرها ماذا يقولون مثلا سيرة بن إسحاق اقرأوا أنه يقول أنا أنقل الخلاصة أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله آلهتهم وعابها عابها يعني نال منها سبها ذمها حقرها سفهها نال أو ذكر آلهتهم وعابها ناكروه وأجمعوا على خلافه وعداوته هذا اللي استفزوا هم أصلا في البداية يجوا وقالوا يا محمد أنت عندك دين اللهم صلى على محمد وعلي محمد أنت عندك دين طيب ادعو لي دينك يا أخي أنت ليش حتى تدعو لدينك لازم تسيء لديننا ادعو لي إلهك وإحفظ لنا آلهتنا ما قبل النبي ما قبل قال لا إلا أحط ما يأصنامكم هذه إلا أفعل ما فعله جدي إبراهيم عليه السلام شون كسر الأصنام أنا سوي هالشكل هذا اللي استفزهم وإلا هم قالوا مثل ما يقولون الآن عليكم أن تحفظوا مقدسات الآخرة منطق المشركين هذا ولا هذا ولا ماشينا عليه للعلم مو بس يعني شوف مو بس منطق بني أمية ومنطق طالحة والزبير اللي ماشينا عليه حتى منطق المشركين يتكلم أيوة يعني يا رأيك يعني في الحقيقة كنا نحن نرجو ونأمل أن هذا النص الجميل الأخلاقي الموجود في الآية رقم 108 منصورة الأنعم الذي تطلب من المسلمين عدم شتم آليات الآخرين كي لا يشتم الآخرون الله الإسلامي أن تكون هذه الآية فاعلة وموقع عمل فيها من قبل المسلمين ولكن هذا الرجل وآخرين مثل كثيرون قالوا بأن الآية مشروطة كيف الآية مشروطة؟ بأن إذا نحن نضمن أن الطرف الآخر لا يشتم فيجوز لنا أن نشتم قال صراحة أولا والنقطة الأخرى وقال بأن السلوك السيري السلوك الوارد القصص الواردة في السيري تؤكد على أن شخصية محمد لم تكن ملتزمة بهذه الأيوانة الإشكالي التي قام بها محمد ليس أنه دعا للدين ولكن لأنه هاجم دين الآخرين أهلية الآخرين وهو قال صراحة بأنهم كانوا يقبلون له أن يدعو لدينه أن يتحرك كما شاء بما شاء من أفكار ولكن في إطار أن يحفظ للآخرين حرية في الإيمان والأعتقاد ولكن هو لم يرضى بالنتيجة أجمل يعني أحد أجمل الآيات في القرآن التي تطلب من الآخرين يحترم الآخرين معطلة معطلة ومشروطة مشروطة بشكرك جدا أخي مالك شكرا جزيلا نشوفكم في الحلقة القادمة من قرآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر